بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدارس راح نشوف بس بشكل سريع أهمية الرسائل اللي نطبعها لما يكون عندنا لما يكون برنامجنا يقرأ مدخلات مش فايدة الرسالة هذه أو خلأ أسأل السؤال بشكل أكثر دقة لما نحتاج نقرأ مدخل معين مثلا نحتاج نقرأ رقم هنا هل نحتاج أن نطبع الرسالة هذه ولا لا مزين إذا جينا ناخذ الجافة فإنه ما يحتاج مضبوط الجافة ما تطلب منك أنك تطبع رسالة لما تجي تطلب منه مستخدم عشان تطلب منه مستخدم يدخل input زين لكن هذه الرسالة مفيدة لك حتى المستخدم يفهم برنامجك ويكون برنامجك شكله أفضل خلنجرب لو شلنا الرسالتين هذوري خلنشيل الرسالة هذه ونشيل الرسالة هذه ونشوف كيف يتنفذ البرنامج زين خلننفذ البرنامج لاحظ طبعا القراءة ما زالت عندنا عندنا الimport عندنا سكانر وعندنا هنا جايزين نقرأ نقول next int وinput.next int فإذا القراءة ما زالت موجودة لكن كيف رح يكون تنفيذ البرنامج خلنشغل البرنامج هنا كجابة application مضبوط ها السؤال الآن أنت يعني في احتمال كيف نكت تلخبط زين هل البرنامج فعلا جالس يشتغل ولا لا هذا سؤال مهم هل البرنامج جالس يشتغل ولا أنت ما تبدأ ريا الحين ما أنت بعارف برنامجك يشتغل ولا ما يشتغل وش القصة لاحظ هنا أنه الزر الأحمر موجود يعني معنا الإكليبس جالس يقولك يقولك ترى برنامجك يشتغل ترى ممكن تضغط الزر الأحمر حتى توقف برنامجك ما أنت ما بغيت تمام؟ فإذا مرنامجك فعليا يشتغل زين؟ لكن وش القصة وش جالس يصير؟ مرنامجك بدأت تنفيذ من هنا سوى سكانر زين؟ بعد كذا انتقل هنا عرف المتغير نموان وحجز له مكان في الذاكرة بعد كذا جاء يقرأ قيمة نموان يبغي يحط يبغي يقرأ من المستخدم إموت فوقف الآن ينتظر أنه مستخدم يدخل إموت خلنا نجرب نعطيه رقم أربعة إنتر فعلا برنامج شغال إلى الآن الآن قرأ الرقم واحد بدون ما تحس ما تدري أنت أنه قرأ الرقم واحد زين؟ وانتقل الآن عرف المتغير نمتو ويبغى الآن يقرأ قيمة نمتو من المستخدم خلنا نعطيه الآن رقم مثلا ثمانية تمام؟ إنتر اه اشتغل برنامجك يقال صح برنامجك يشغال بشكل صحيح طبع قرأ عددين أربعة وثمانية هنا من المستخدم وطبع المجموع والطرح والضرب والقسمة حاصل مجموع والطرح والضرب والقسمة لكن غريب شويا لو مستخدم يستخدم برنامجك ما يدير وش القصة مهو بفاهم بالضبط وش جالس يصير في البرنامج إذن هذا الفرق بين أنك تطبع رسالة المستخدم و بينك ما تطبع رسالة إذا أخذنا بدقة زي الكمبيوتر ما يأخذ الأشياء بدقة ما يحتاج تطبع رسالة لكن إذا أخذنا من ناحية software engineering من ناحية هندس برمجيات من ناحية اهتمام بالمستخدم ويكون برنامجك سهل الاستخدام لأنه لازم تطبع رسالة للمستخدم زين خلي نجرب الآن نرجع الرسالة اللي كانت موجودة اللي حدفناها خلي الآن نفذ البرنامج من جديد زين نفذنا البرنامج الآن طلب منك أنك الداخل صار برنامج أوضح بكثير زين نشوف قال لك دخلي الرقم الثاني آه رقم الثاني ثمانية وطبع لك نفس النتائج اللي قبله شوي كل شي صحيح برنامج يحسب صحيح بس بالحال هذي برنامج أوضح وأسهل في بعض الناس وبعض المبرمجين يعني يعتبر برنامج أصلا غلط يقول لك إذا كان برنامج ما يمكن استخدامه بسهولة فاني يعتبره زي برنامج الغلط ماهي فرق بينهم بالعكس يمكن برنامج اللي فيه أخطاء يمكنه يكون أحسن لأنه على الأقل يقدر يستخدمه المستخدم بينما البرنامج اللي ما فيه أخطاء لكنه صعب على المستخدم من يستخدمه ما له فائدة كانه غير موجود ونتفكر فيها أنت دائم تستخدم برنامج على الجوال وعلى الكمبيوتر تخيل برنامج صعب استخدامه هل راح تستفيد منه أي أفضل لك برنامج فيه أخطاء بس سهل استخدامه ولا برنامج ما فيه أخطاء أبد وشغاله أفضل ما يكون بس إنه جدا جدا صعب استخدامه فكر بلا ثنين وراح تلقى الحل إذن بكل بساطة نحتاج الرسائل دائما إذا كان فيه Input Out وتفضل دائما أنك تضع رسالة معينة في ال Input Out حتى يكون برنامج كأوضح